جمعة تلك جونت التي تضم 42 طوارا وحوالي 6000 نسمة اصبحت تتوفر منذ الموسم الدراسي الماضي على تنوية اعدادية مكنت حوالي 300 تلميذ وتلميذة من متابعة تعليمهم في ظروف مناسبة بعد ان كانوا يقطعون 10 كم صوب المركز الحضري لولد برحيل مبادرة مكنت من محاربة الهضر المدرسي خصوصا وسط الفتيات كانوا الدريات بزا فكان قطعوا حيث المؤسسة لولد برحيل كانت بعيدة عليهم دبا بزاف ديالبنات جايين يقروا في هاد المؤسسة حيث قريبا لهم هاد الاعتادين في هاد نفس الزف حيث في الول قاما كيقروا البنات بالزاف حيث بعيدة عليهم ولاد برحيل كييجيوا من تيجوغال لأولاد برحيل وما كيخليهم شباتهم وكيينقطعوا ودبا اللا كييجيوا حتى هنا وكييند داخلية كيينكل شي شبان تلك جونت المنقطعون عن الدراسة اصبح بامكانهم ايضا الحصول على تكوين مهني دون التوجه نحو ترودانت بفضل هذا المركز المتنقل المتعددي التخصصات من قبل كان مشيو حتى الداريزان تكون ديروا مبادرة ودكشي ودبا احنا تجالين حتى القريب لنا وحنا واكليين شعربين وقبلونا هنا وخالنا عندنا النبوة اليونيتي موبيل ديال تكون مهني فيها تقريبا 24 دري داروا الفوج اللي هو التخرج في واحد الشعبة يعني في الشعبة ديالة مقاربة تشاركية تشهد هذه المنطقة المتواجدة بصفوخ الاطلس الصغيرة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني من اجل محاربة نسب الهضر المدرسي المرتفعة وتمكن الشباب من تكوين يضمنوا ادماجهم بسوق العمل ترجمة نانسي قنقر